عقد وزير الموارد المئية والرأي محمد عبدالعاطي اجتماعين مع رئيس المركز القومي لبحوث المياه خالد عبدالحي ورئيس قطاع التقطيط إيمان سيد لاستعراض أعمال اللجنة العلمية لأسبوع القاهرة الخامس للمياه والاستعدادات الجارية لعقد الأسبوع واستعرض الوزير خلال الاجتماع مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال الأسبوع حيث قامت اللجنة العلمية بوضع معايير وقواعد قبول الأوراق البحثية وكذلك قواعد نشر الأبحاث المميزة التي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومية لبحوث المياه